تحركات متواصلة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث لكنها في النتيجة لا تختلف عن تحركات سابقه فهي عقيمة وعجزة عن إحداث أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية الصلب حتى ما عده مراقبون نوعا من النجاح الشخصي لمارتين ذاك الذي تحقق في السويد وهو أشبه بتسوية خاصة بميناء الحديدة أصبح مهددا بفعل اعتراض الحوثيين على سلوك كبير المراقبين الأمميين باتريك كاميرت كاميرت غادر بصحبة المبعوث الأممي دون الإدلاء بأي تصريح حول طبيعة الموقف وهو ما يعني أن لا شيء لدى الرجلين ليقولانه حتى من قبيل الأمنيات والآمال كما جرت العادة المغادرة الصامتة تعني أن نوعا من التعقيد طرأ على التفاهمات المطروحة على الطاولة وذك شيء ليس بجديد بالنظر إلى عقلية الميليشي الحوثية التي جعلت من المسار السياسي مسرحا للمناورة والمهادنة والتصعيد حسب ما تقتضيه توجهاتها وأهدافها والهدف الآن ربما يقتضي نقل التفاوض من مربع انسحاب الميليشيا من ميناء الحديدة إلى القبول بوجود كبير المراقبين من عدمه كشف الحوثيون مؤخرا عن تحفظات على بقاء الأخير في الحديدة وقد أوصلوا له الرسالة بطرق عدة كان إطلاق النار على موكبه أحدها المتوقع الآن بعد تعقيدات لقاءات صنع الأخيرة توجه غريفث نحو الرياض للقاء الشرعية وكالعادة لن يطرأ أي جديد فليس لدى الشرعية ما تقوله أو تستحدثه في موقفها الثابت بعد أن رمت الكرة في ملعب الأمم المتحدة وما يمكن أن تصله من تفاهمات مع الميليشيا التي أتقنت عرقلة المسار السياسي بطرق شتى الشاهد في كل هذا أن لا جديد في المسار السياسي للأزمة اليمنية في محدداتها العامة أما التفاصيل فأي حديث فيها لن يتعدى النقاش حول آلية عمل المراقبين وقد تذهب هذه النقاشات لاستمرار كاميرت من عدمه وهو أمر ستوضحه الأيام القليلة القادمة